هناك منتج منتج بنصح الحكومي كلها تستعمله لأنه من يفقد حاسة الشم بعد الإصارة بالكورونا بيقدر يستعمل هذا المنتج وبرجأ عنده الشم يعني خلينا نشم شو يزيل عنه لا كيف الحكومة ما بتشم؟ شو مالها يعني؟ خنجة؟ معها ربو؟ لا يكون كورونا لا سمح الله؟ عاد الحكومة هل قد أنفها كثير كبير تحشر حالها بكل إشي طب الموضوع لو أنه على هيك خلص خلينا نشوف لها دكتور أنفوا نفطوا كهربا لا لا يا أخوان جد جد بدنا نعرف الحكومة بتشم ولا لا؟ أرجو شطب العبارة اللي وردت على لسان أخي النائب أحمد عشا الحكومة عن بتشم والحكومة حكومة هذا الوطن العزيز الغالي هذه الألفاظ لا تليق بعضو مجلس نواب أن يوجه إلى الحكومة بأنها علي أن تشم الحكومة واعية لكل صغيرة وكبيرة في هذا الوطن العزيز الغالي شكرا هي طلعت بتشم؟ خلص خلص الغيلي موعد دكتور لا 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 سلافة كبرت وأنا شامم ريح التوتر بين النواب والحكومة يا أخي في ريح التوتر بالعلاقة أنا شامها يعطيك العافي سعادتك سلامات طمن أهلا وسهلا معاذ شرفت والله بالتخيل عادة منخيل هيك في مادبة وعلى آخر المشوار أعطينا للخيلك أول ثاني ثالث أعطى من عنده سابع تيربو ويعني شوي كان مستعجل ما فقدنا السيطرة والله أه ساعتك فبني غلط أنا قصدي عن الإحصان والله يوم ماذا با إذا بدك تجرب لك هيك شوط عليه إشي مرتب سلامات ساعتك ساعتك سؤالي ما هي طبيعة علاقة النواب والحكومة؟ هل هي علاقة حب من طرف واحد؟ والله يمكن الحب المستحيل مش حب من طرف واحد كل الحكومات المتعاقبة كان فيه أزمات مع مجلس النواب ومجلس النواب عنده أزمات مع الشعب لأنه فيه مطالب كبيرة من الشعب على النواب والنواب يعني لا هم قادرين يملبوا مطالب الشعب ولا قادرين أيضا أنه يعني يعملوا علاقة سياسية إيجابية مع الحكومة لخدمة البلد وبالتالي هاي الأزمة اللي احنا منعاني حقيقة منها في الأردن وموضوع الفصل المرن بين السلطات مش مفعل بشكل كبير الدور الرقابي مش مفعل بالشكل الكافي وكل هذا يعود إلى أنه بيئة الانتخابات قانون الانتخابات والحياة السياسية في الأردن لا تفرز بيئة سياسية حزبية داخل البرلمان تمام من كلامك أنا كررت كلمة أزمة هل البص سريع ممكن نحل هاي الأزمة؟ والله وارد من الملاحظ أنه في أزمة ثقة بين الشعب والحكومة الشعب والمجلس الحكومة والمجلس يعني فيه نوع من الريبن بتشك بحدا؟ هو مش قصة شك بس قصة الشكوى مش طبيعية معاد يعني أنت متأكين بتعرف أنه الناس بتشكي لكن بدي أقول لك أنه نواب بجلساتهم كل جلساتهم شكوى بشكوا من الحكومة إنها ما تستجيب وبشكوا من ضغط الناس ومطالبهم وفي بعض الأحيان الناس بتطلب منك خدمات وواسطات وبنفس الوقت بتطلب منك تراقب الحكومة وتحاسبها وتكون إليك موقف سياسي نفس الشيء الحكومة ترى لو بتقعد مع دولة الرئيس والوزراء برضو بشكوا بشكوا من المستثمرين والعاقات اللي بواجهوها وحتى جلد سيدنا بموت مردافز كان يشكي ويقول يعني ما فيه استجابة في بعض الأحيان فيه واضح إنه فيه ثغرة سياسية في الحياة في الأردن وبحاجة إلى علاج شامل هل أنت حاسس إنه إحنا تجاوزنا مرحلة الكورونا؟ والله أكون معك صريح مواذ أنا بعد العملية مش حاسب شيء يعني مسكنات 24 ساعة ولا حسنا في كورونا ولا بغير أبدا ألف سلام عليك حبيبي ساعتك سؤالي سؤال هو ليش؟ ليش عشرين سنة بدنا تنوصل للحياة السياسية اللي بنطمح لها؟ شوفوا موضوع العشرين سنة أنا أعتقد إنه فيها فكرة إنه الشعب الأردني لسه بحاجة إلى عادة تأهيل وبالتدريج وكذا لكن اللي بيحكي هذا الطرح بنسى إنه إحنا دولة نحتفل بمئويتنا إحنا صلى مئة سنة وإنها يعني حياة سياسية فاعلة كانت في الخمسينات من القرن الماضي أنا أعتقد لا إنه إحنا ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة والحقيقية إنه نحرق مراحل بدل عشر سنين وعشرين ممكن بست سبع سنين نعمل قوانين انتخاب وأحزاب حقيقية نفاعل فيها الحياة السياسية والشعب الأردني بندمج بسرعة نتذكر أيام الكورونا روى على الست بروى على الست روى على العشرة بروى على العشرة حظر شامل حظر شامل تجاوزات بسيطة أو الأردني لما يروح على دبي أو أوروبا بتلاقيه ملتزم بالقانون وبالطابور وغيره الأردني إذا وجد فيه قانون وهي له مصلحة إنه يتطبق هذا القانون بلتزم فيه وبالتالي إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة ممكن نحرق مراحل ونوصل لللي بدنا إياه بأسرع بكثير سعادتك سؤالي الأخير يعني أنا ما بديش أطول عليك بروستد حار ولا عادي؟ والله ما عاد فيش بعد الشهور ما شكرا جزيلا ليلك سعادتك حبيب الله يسعدك تشرف نفيك سعادتك على رأسي بالمجلس هترفع إيدك موافق ولا أنت أصلا ما بتوافق دائما صح؟ مش كثير رفعت أصلا فمش مؤثر الموضوع اشتركوا في القناة